المورد التاسع والعشرون الكامل جزء عاشر في صفحة ثلاثمائة واثنين ثم دخل سنة أربعة عشرة وستمائة سنة ستمائة وأربعة هجري ذكر مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين قال ابن الأثير كان من أول هذه الحادثة إلى آخرها أربع سنين غير شهر وإنما ذكرناها هاهنا لأن ظفورهم كان فيها وسقناها سياقة متتابعة ليتلو بعضها بعضا فنقول في هذه السنة أي سنة ستمائة وأربعة عشر هجري وصلت أمداد الفرنج في البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج في الغربي والشمال إلا أن المتولية لها أي للمدد العساكر الفرنجية إلا أن المتولية لها المتولية للمدد العساكر الفرنج كان صاحب رومية لأنه يتنزل عند الفرنج بمنزل عظيمة لا يرون مخالفة أمره ولا العدول عن حكمه فيما سرهم وساءهم يسمعون منه فكان هو المتولي وهو صاحب رومية فجهز صاحب رومية فجهز صاحب رومية العساكر من عنده مع جماعة من مقدمي الفرنج وأمر غيره من ملوك الفرنج إما أن يسير بنفسه أو يرسل جيشا ففعلوا ما أمرهم فاجتمعوا بعكا من ساحل الشام وكان الملك العادل أبو بكر بن أيوب بمصر فسار منها إلى الشام فوصل إلى الرملة ومنها إلى لد وبرز الفرنج من عكا ليقصدوه فسار العادل نحوهم فوصل إلى نابولس عازما على أن يسبقهم إلى أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم فسارهم فسبقوه فنزل على بيسان من الأردن فتقدم الفرنج إليه في شعبان عازمين على محاربته لعلمهم أنه في قلة من العسكر لأن العساكر كانت متفرقة في البلاد فلما رأى العادل قربهم منه لم يرى أن يلقاهم في الطائفة التي معه خوفا من هزيمة تكون عليه وكان حازما كثير الحذر إذن بعد هذا الكلام يقول لما رأى العادل قربهم منه لم يرى أن يلقاهم في الطائفة التي معه خوفا من هزيمة تكون عليه لأنه في عساكر قليلة وعساكره متفرقة في البلاد إذن هل يتفق هذا مع ما قاله قبل قليل يقول حاول أن يسبقهم إلى أطراف البلاد لكي يحميها منهم فسارهم فسبقوه هل يأقل هذا الكلام إذا هو في قرارة نفسه بذاته عنده القرار مسبقا أنه لا يواجه هؤلاء لأنه في قلة ويخاف من الهزيمة فما معنى هذا التمجيد لكن بعض الكتاب يرى بأنه هذه معركة أمام الفرنج حالة نفسية حالة سياسية سائدة فعليه أن يداري بعض الأمور وبعض المتعلقات وبعض الضغوط والضوابط وما يراه من فائدة أو مصلحة أو ما يرجع إلى هذا فلما رأى العادل قربهم منه لم يرى أن يلقاهم في الطائفة التي معه خوفا من هزيمة تكون عليه وكان حازبا كثيرا الحذر أقول إذا كان واقع الأمر كما يقول هنا فلماذا حاول قبل سطرين تمجيد العادل وألصاق مكرمة به لا أساس لها من الواقع عندما قال فسار العادل نحوهم فوصل إلى نابوليس عازما على أن يسبقهم إلى أطراف البلاد بما يلي عكى ليحميها منهم فكيف يحميها من الفرنج وهو يجبن عن ملاقاتهم خوفا من الهزيمة فكيف يحميها من الفرنج وهو يجبن عن ملاقاتهم خوفا من الهزيمة بل فر منهم نحو دمشق فترك بيسان وما فيها من ذخائر وترك المسلمين فيها لقمة سائغة للفرنج وترك المسلمين فيها لقمة سائغة للفرنج فاحتلوا بيسان وغيرها فقتلوا المسلمين وسبوا النساء والأطفال وخربوا البلاد ودمروها فلم ينجوا إلا القليل من الناس وهذا قبس آخر من أقباس شجاعة وعدالة وفتوحات الملك العادل العادل جدا بمقياس ابن تيمية ومنهجه يكمل ابن الأثير يقول ففارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منها ويرسل إلى البلاد ويجمع العساكر فوصل إلى مرجل صفر فنزل فيه وكان أهل بيسان وتلك الأعمال لما رأوا الملك العادل عندهم اطمأنوا فلم يفارقوا بلادهم غرر بهم لما رأوا الملك العادل عندهم اطمأنوا فلم يفارقوا بلادهم ظنا منهم أن الفرنج لا يقدمون عليه أي على بلدهم بيسان فلما أقدموا سار الأمر أو قدوم الفرنج فلما أقدموا سار الأمر أو سار قدوم الفرنج على غفله فلما أقدموا سار على غفلة من الناس فلم يقدر على النجاة إلا القليل فأخذ لاحظ هذا التغرير من العادل قتلت الناس أبيدت الناس أبيدت البلد